البطريارك الماروني الكاردنال ماربشارة بطروس الراعي جدد تأكيده ضرورة وقف التحريض على العنف وانهاء الازمة في سوريا داعيا ادول المحارضة على العنف بدلا من الكلام عن السلام الى مساعدة جميع الاطراف في سوريا لاجاد الحلول السياسية للازمة وفي كلمة القها في حفل الجمعية الخيرية المارونية في النادي اللبناني في مدينة سوباولو البرازيلية قال البطريارك الراعي انه حان الوقت لكي ندرك اننا ضحايا تجارة السلاح وان تدرك شعوب العالم ان الرب اعطاهم سروات كبيرة لكي يعيش التقدم الحضارية والرقية الانساني لا ان يعيش الحروب متسائلا هل الى هذه الدرجة اصبح الضمير العالمي ميتا حتى يرسل السلاح والمسلحين ليعيثوا خرابا ودمارا في بلادنا داعيا شعوب بلدان منطقة الشرق الاوسط الى التنبه من خطر التدخل الخارجي في منطقتنا المسيحيون المشريقيون يقتصرون عيدهم عيد الفصح بصلوات وقداديسة ليعم السلام في بلدهم سوريا ويؤكدون ان العدو الاسرائيلي المجرم لا يحترم قدسية هذا العيد فيما ارتكبه من حماقة في عدوانه صباح اليوم على ريف دمشق مشاعر المحبة والسلام تزجت بالحزن والالم وارتفعت الى السماء فمن هنا سوريا ارض الانبياء اقيمت قداديس الطوائف المسيحية المشرقية بعيد قيامة السيد المسيح عليه السلام بعد العدوان الاسرائيلي على مناطق سورية صبيحة عيد الفصح المجيد الطوائف المسيحية المشرقية اكدوا ان السيد المسيح الذي دعا البشرية جمعاء للمحبة والسلام فام من بين الاموات بعد العذاب الذي تعرض له على يد اجداد الصهينة الذين لا يعرفون معنى الرحمة والمغفرة في عيد قيامته عيد قيامة السيد المسيح رسول المحبة والسلام هو عيد لكل السوريين وعيد الفصح المجيد هذا العام يحمل معه بشر قيامتين قيامة السيد المسيح وقيامة نصر الشعب السوري على الارهاب الدخيل الكنائس دقت اجراسها انتصارا لثقافة المحبة والسلام على دعاة الاقصاء والقتل والارهاب ففي الكنيسة المريمية اقتصر العيد على الصلوات والقداديس لحماية سوريا التنوع والالفة رجاءنا في زمن القيامة هذا ان يعيد الله الى وجه بلدنا الحبيب سوريا البسمة حتى توزعها على ابنائها فرجا وساعة عيش وطمأنينة وامانة وان يعيد هذا العيد على ابنائنا اينما اوجد تعزية واملا وفرحا امين واقيمت الصلاة في كنيسة مار جورجوس برئاسة المطران لوق الخوري الذي اكد في عظته ان عيد القيامة هو انتصار الحق على الباطل والموت على الحياة وان العدو الصهيوني اختار ليلة عيد القيامة ليشن عدوانه الهمجي على سوريا ويقول للسوريين انه سيحرمهم الفرح في ابسط المجالات لقد كتب علينا نحن الشعب العربي السوري ان نكون في قط الاماني باتفاع من القيامة الانسانية التي تتكون منها الحضارات الروحية ان دفاعنا عن الارض السورية المقدسة ودفاعنا عن حرية العالم وسلامه ومقدراته الفكرية والروحية انه شرف عظيم ان يلقى على عاقبنا هذا الفاجر المقدس لاننا وردنا بالفداء والجهات وسنبتقى دينا ومجاهدين حفاظا على الحق والحرية الى ان يتوطد الحق وترتفع رايات المرية في الخلوب والارضاح ويسود العالم الحق والعفل وفي كاتدرائية السريان الارثوثوكس بدمشق اقم بهذه المناسبة احتفال ديني كبير ترأسه الاسقف بولس السوقي النائب البطرياركي بدمشق وفي الكنيسة الانجيلية اكد القص بطر الزعور في صلاة العيد الدعاء لله من اجل خلاص سوريا وشعبها من ارهاب المجموعات المسلحة هالهجمة هي من زمان حطير على سوريا لانه هنه محور شر بالعالم كله مو بس على سوريا ما بهمه المقدسات وهي بهمه يوم مقدس فهو عم استهدفنا كل يوم خلال ادواته ومجموعاته المسلحة اللي ناشرة بالوطن بدي اقوله السائل اللي اليوم اجد قصفت يعني هي شو ما عملت شو ما ساويت هاي سوريا بلد المقاومة المسيح قام حقا قام بعد الالام بعد الالام القيامة ورجاؤنا ان تقوم سوريا باكملها من هذه المحنة من هذا المخطط الكبير الاستعماري بخير ينعاد عليكم الحقا قام ينعاد عليكم بالخير والمحبة والسلام وان شاء الله سوريا هيك نشوفها بخير وبسلام هالسنة ونخلص من هالأزمة اللي ما تعودنا عليها ابدا اسرائيل ما أنا غريبة عليها نتعودين احنا بالنسبة لا اسرائيل لهالأمور عليها وان شاء الله الله ينصرنا وينصر سوريا ويرجع مثل ما كانت واحسن بكتير من اول اجراس الكنائس في سوريا ستبقى بجوار مآذنها فتقرع الاولى لتؤذن الاخرى معلنة ان سوريا مهد الديانات السماوية ولن ينتصر المعتدون مهما تآمروا عليها